اعزائي التلاميذ اعزائي التلميذات مرحبا بكم اليوم في مادة نشاط العلمي درس خاصيات مشتركة لحيوانات لاحمة اذا هيا معي نتعرف على اهداف الدرس نتعرف اولا على الاهداف التعلومية للدرس لدينا ثلاث اهداف تعلمية الهدف الاول استنتاج بعض الخاصيات المشتركة للحيوانات اللحمة ثم تحديد وظائف الاسنان عند هذه الحيوانات عند هذه الحيوانات اللحمة ثم ربط اعضائها الاساسية بوظائفها الحيوية سوف نذكر اولا بدرس سابق للخاصيات المشتركة لدى العواشب العواشب يعني حيوانات تقتات على العشب نتذكر بعض الحيوانات العاشبة اذا حاولوا ان تعطوني بن نماذج بعض الحيوانات التي تقتات على بعض الانواع من النباتات مثل نعم صحيح الحصان يتناول العشب نعم مثلا نعم القنية تتناول العشب وكذلك الثمار مثلا البقرة تتناول العشب احسنتم مثل اخر لحيوان اخر يتناول جذور النباتات مثل الخلد احسنتم مثل اخر نعم الزرافة تتناول اوراق الاشجار يعني ان العواشب او الحيوانات العاشبة هي حيوانات تقتات اساسا على النباتات اما ثمار او بذور مثل السنجاب او اوراق الاشجار او اعشاب سوف نرى المثال الذي لدينا هنا لدينا النب صغير يتناول جزرة ثمرة ثم لدينا بقرة تتناول العشب اذا ماذا نستنتج من هذا الحيوان انهما لديهما نظام عاشب حيوانات عاشبة لديها نظام نباتي تتناول اغذية من مصدر نباتي هنا نلاحظ جمجمة قنية وجمجمة البقرة لنلاحظ العناصر المشتركة بينهما نعم احسنتم كلاهما لديه قواطع كلاهما لديه قواطع لديه قضيب عضمي قضيب عضمي ثم ادراس ادراس قواطع لقدم العشب وادراس لسحقي وطحن ذلك العشب نستنتج انه نظام اسنان غير كامل لانه يحتوي فقط على قواطع وادراس قواطع وادراس لننطلق الان الى استنتاج بعض الخاصيات المشتركة لحيوانات لاحما اولا سوف نلاحظ بعد الصور هاتي صورة لي نعم احسنتم اسد ولا بؤة يقتاتان على فريسة تعرفون ان الاسد لكي يقتات وكي يعيش لابد له ان يصطاد ان يستعمل حواسه ويستعمل الحواس والعضلات ومجموعة من الوظائف لكي يصطاد يقتات على فريسة ماذا لدينا هنا انه ذب مع صغاره على ماذا يقتات ماذا يأكل انظروا ماذا يحمل في فمه انها سمكة سمكة ايضا انها لحم اصل حيواني نلاحظ هنا ذئبان يقتاتان ايضا على فريسة اذا هل نستطيع ان نستنتج ما هي الخصائص المشتركة بين هذه الحيوانات الثلاث بين الاسد والدب والذئب نعم كلهم يقتاتون على غذاء من مصدر احسنت حيواني اتساءل ما هي الخاصيات المشتركة بين هذه الحيوانات اللاحمة خاصية مشتركة تجمع هذه الحيوانات اللاحمة يا ترى نعود الى السوا خاصية مشتركة بين هذه الحيوانات اللاحمة ربما نعم الخاصية الاولى انها تتناول اغذية من مصدر حيواني احسنتم نعم الافتراض التالي انها نعم لديها مخالب واعضاء تساعدها على الجاري وتساعدها على الصيد خاصية اخرى نعم لديها اعضاء داخلية تساعدها على القيام بوظائفها الحيوية احسنتم اذا هذه الافتراضات افترضنا انها حيوانة تتغذى على اللحم افترضنا ان لديها الياب طويلة ومخالب افترضنا ان لديها عضلات قوية بصرحة يساعدها على الصيد وعضلات تساعدها على الجاري وخلف فريستها اذا سوف نتحقق تساءلنا الآن سوف نقوم بالتحقق من هذه الافتراضات النشاط الاول لاحظوا الصورة جيدا لا اسم هذا الحيوان انه حيوان صحراوي هذا الحيوان يسمى الورل ورل وهو يقتات اساسا على الحيوانات الزاحفة لماذا لطبيعة وجوده بالصحراء اسد اسد تغذى على فريسة وهو ايضا الاسد الاسد يصطاد لكي يتغذى ما اسم هذا الحيوان الجميل انها الحرباء لديها لسان طويل يساعدها على التقاط الحشرات يلتقط هنا حجرة صغيرة لكي يتناولها الضبع حيوان لاحي غالبا ما يتغذى على جثث الحيوانات اما اذا جاع بشدة فهو يصطاد اذا من خلال تلك الصور التي لاحظناها سوف نتمم الجذول الجذول التالي هنا سوف يكون لدينا اسماء الحيوانات هنا سوف يكون لدينا نوع غذائها الحرباء كما رأينا على ماذا تتغذى الحرباء على احسنتم على الحشرات حيوان حيوان اخر الاسد الاسد على ماذا كان يتغذى الاسد نعم يأكل اما الغزلان او الضاب او يتغذى على حيوانات اخرى يتغذى على لحوم الحيوانات الاخرى الورل كما رأينا كان يأكل حيوان زاحف اذا غالبا ما يتغذى الورل على حيوانات الزاحفة احسنتم ثم الضبع قلنا الضبع انه يتغذى غالبا على جثة الحيوانات اذا ما الذي نستنتجه تتذكروا الاستنتاج الذي حصلنا عليه في الدرس الحيوانات العشبة او العواشب انها مصدر غذائها هو نباتي مصدر غذائها نباتي اذا ما الذي نستنتجه من هذا الجدول لدينا الحشرات حيوانات اخرى حيوانات زاحفة جثة حيوانات اذا ان اللواحم يعني الحيوانات اللحمة تتغذى على نعم اللحوم او نقول مصدر غذائها حيواني احسنتم استنتاج الاول تتغذى اللواحم على اغذية من اصل حيواني احسنتم تتغذى اللواحم اي الحيوانات اللحمة على اغذية من اصل حيواني في النشاط الثاني سوف نلاحظ جمجمتان جمجمة القط وجمجمة للنمر جمجمة القط وجمجمة نمر انظروا الى الاسهم الحمراء الى ماذا تشير هذا السهم هنا يشير الى هذا السهم هنا يشير الى القواطع القواطع نعم هاته ادراس انظروا الى ادراسها المنشارية اذن هناك هذا الرسم المقطعي يوضح القواطع لاحظوا كيف هي هي حجمها صغير قواطع انياب انظروا الى الانياب كم هي بارزة والادراس انظروا الى ادراسها المنشارية احسنتم اذا ما الذي نستنتجه كيف هو نظام الاسنان لدى اللواحم هل هو غير كامل لا انه نظام كامل لماذا هو كامل لانه يحتوي على قواطع وانياب ادراس نظام الاسنان لدى اللواحم يحتوي على انياب قواطع وادراس اذا نقول انه نظام اسنان كامل احسنتم نظام اسنان كامل اذا في النشاط الثاني سوف نتعرف على طبيعة هذه الاسنان انظروا جيدا الى هذه الصورة التي اظهر فيها قط يفتح فما وتظهر جيدا اسنانه هناك اسنان نعم تظهر هنا بيضاء واضحة هنا قواطع انظروا الى قواطعه الصغيرة انظروا الى انيابه الحادة لديه انياب طويلة وحادة احسنتم ثم ادراس ادراس في هذا النشاط سوف نصل بسه لنرى انياب اللواحم ادراس اللواحم قواطع اللواحم من شارية صغيرة طويلة وحادة اذا كيف هي انياب اللواحم انظروا جيدا الى ناب هذا الحيوان اللاح هل هو صغير لا هل هو من شاري لا انه طويل وحاد احسنتم انياب اللواحم طويلة وحادة جيد لنرى قواطع هذه اللواحم انظروا الى هذه القواطع الصغيرة هي صغيرة لكن لا دور اساسي سنتعرف عليه فيما بعد اذا قواطع هذه اللواحم هل هي طويلة وحادة لا هل هي من شارية لا هل هي صغيرة نعم هي صغيرة احسنتم يتبقى لنا ادراس هذه اللواحم لاحظوا معي جيدا هذه الادراس في هذا الجانب وهذا الجانب انها من شارية تشبه من شارية احسنتم اذا انياب اللواحم طويلة وحدة كما يظهر في الرسم ادراس اللواحم انها من شارية ادراس اللواحم من شارية قواطع اللواحم صغيرة قواطع اللواحة صغيرة أحسنتم الآن سوف نحدد وظائف هذه الأسنان عند هذه الحيوانات اللاحمة تعرفنا أن لديها نظام أسنان كامل تعرفنا أنها حيوانات لاحمة تتغذى أساساً على أغذية من مصدر حيواني لنرى هناك صورة لحيوان ناحم وهو الذئب أحسنتم ذئب هذا الذئب يقتات على فريسة يقتات على فريسة انظروا إلى النيابه وكيف يجر بها اللحم إنه يمزق بها اللحم أما الأدرس فهو يقطع بها اللحم أما هذه القواطع الصغيرة ما هو دورها إنها تكشط اللحم عن العظم نعم إذن دور هذه الأسنان أو وظائفها وظيفة الأنياب هي تمزق اللحم تقوم بتمزيق اللحم أدرسها تقطع اللحم أما تلاحظون تلاحظون قواطع الصغيرة فهي تكشط اللحم أحسنتم النشاط الثالث سوف نملأ الفراغات بالمعلومات المناسبة ما هذه المعلومات؟ تكشط اللحم تكشط اللحم يعني العظم تقطع اللحم تقوم بتقطيع اللحم تمزق اللحم تمزق اللحم القواطع قلنا بأن القواطع هي صغيرة لكن لديها وظيفة أساسية وهي نعم أحسنتم تكشط اللحم تكشط اللحم تكشط اللحم الأنياب لديها دور أساسي عند الحيوانات اللحمة وقلنا أن الحيوانات اللحمة تمتاز بوجود أنياب طويلة وحادة أحسنتم الأنياب دورها هو نعم أحسنتم تمزق اللحم تمزق اللحم لنرى دور الأدراس دور الأدراس يقوم بتقطيع اللحم أحسنتم الأدراس تقوم بتقطيع اللحم إذن القواطع تكشط اللحم عن العظم مع أنها صغيرة لكن لديها دور أساسي الأنياب قلنا هو النظام أسنانها متميز اللواحي نظام أسنانها متميز بوجود الأنياب ما هو ما هي وظيفة هذه الأنياب؟ إنها تمزق اللحم الأدراس تقطع اللحم أحسنتم آه الآن الاستنتاج الثاني ماذا كان الاستنتاج الأول؟ الاستنتاج الأول كان أن هذه اللواحم لديها نظام غذائي لاحم يعني أنها تتغذى على مصدر حيواني أحسنتم إذن نظام أسنانها هو نظام كامل لماذا كامل؟ لأنه يحتوي على أحسنتم أنياب قواطع أدراس ليس كالحيوانات العاشبة كان نظام أسنان غير كامل لأنه يحتوي فقط على قواطع لقدم العشب وأدراس وفقط مكان الأنياب كان قضيب عظمي إذن نظام أسنان اللواحم هو نظام أحسنتم كامل لماذا؟ لوجود الأنياب والقواطع والأدراس وهو مكيف مع النظام الغذائي اللاحم إذن لكي تغذى على اللحم لا بد له من أعضاء أساسية حيوية تساعده على الفتك بتلك الفريسة وتناول ذلك اللحم إذن ربط الأعضاء الأساسية للحيوانات بوظائفها كما تعرفنا على الأسنان أنها وظائف أساسية تساعد الحيوانات اللاحمة على القيام بوظائفها الحيوية هنا نشاط ماذا سوف نفعل؟ أكتب اسم العضو المناسب أمام كل رقم أسنان تعرفنا عليها قال ما إذا رئتان عضلات لدينا هنا حيوان إنه قط لدينا هنا مجموعة من الأسهم تشير إلى بعض الأعضاء الأساسية لجسم هذا الحيوان اللحم لنرى السهم الأول يشير إلى مهتي ما هذه؟ نعم إنها إنها المعدة أحسنتم ثم هنا باللون الأحمر أو الوردي في رجل القط إنها نعم إنها عضلات تساعده على الجاري التحرك المشي والقفز ثم هذا السهم هنا ما هذا؟ إنه صغير يوجد في هذه الناحية هذا أحسنتم إنه قلب القلب ثم هذا السهم يشير إلى الرئتان أحسنتم ثم آخر سهم فهو يشير إلى تعرفنا عليها الآن هو الأسنان أحسنتم في الاستنتاج الثالث يعني ماذا استنتجنا من خلال هذه الصورة؟ استنتجنا ماذا استنتجنا من خلال هذه الصورة؟ استنتجنا أن الحيوان اللحم يعتمد للقيام بوظائفه على مجموعة من الأعضاء الأساسية ماذا استنتجنا من خلال هذه الصورة؟ أحسنتم الخلاصة تتميز اللواحم بخاصيات مشتركة؟ ما هي الخاصيات المشتركة التي تميز هذه اللواحم حسب ما رأينا؟ الخاصية الأولى أنها حيوانات تتغذى على أغذية من مصدر حيواني أحسنتم الخلاصة الثانية خلصنا أن نظام أسنانها هو كامل لماذا كامل؟ لأنه يحتوي على أنياب قواطع أدراس ومكيف لماذا هو مكيف؟ مكيف مع نظامها الغذائي ثم الخلاصة الأخيرة خلصنا أنه الحيوان اللحم يحتاج إلى بعض الأعضاء الأساسية لكي تساعده في وظائفه الحيوية مثل القال لضخي الدم الرئتان للتنفس الأسنان للمضغ ثم المعدة لهضم الطعام في الأخير لا بد أن نتذكر كلمات مهمة لاحم كارنفاغ قواطع إنسيزيوه قواطع إنسيزيوه أدراس مولار أدراس مولار أنياب كانين كانين نظام أسنان نظام أسنان دانتسيوه دانتسيوه قطع كوپ قطع كوپ تمزيق دشيروه 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 رئتان پوما پوما ماعدة استوما استوما عضلات مسكلا قلب كار كار شكرا لكم تحيئتي أتمنى أن تستفيدوا من الدرس شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة